اشتركوا في القناة وبطبيعة الحال يحب نفسه نعم ربيع شاب مسلم يصلي والحمد لله يصلي جميع الصلوات في اوقاتها يصلي ليحظى بمغفرة الله تعالى ورحمته ربيع يفعل ذلك لانه ليس شخصا كاملا مثل الكثير من المسلمين ربيع لديه اخطار ربيع يقول ويفعل اشياء يجب ان لا يفعلها كل نفس ذائقة الموت سافتقد ربيع بلا شك لقد ذهب قبل قليل لم يكن هذا متوقعا اقصد ان الموت لم يقدم له بمقدمات او اي شيء من هذا القبيل لكن اظن ان هذه هي الحياة هي هكذا دائما تأتي ثم تنتهي بسرعة هل كل شيء سينتهي تماما حين يموت الانسان اليوم سنذهب برحلة الى الدار الاخرة يقال انت تعيش حياة واحدة وفي الحقيقة ليست هذه هي قضيتنا كل شيء كنا نظن انتهى لم ينتهي بعد كل شيء فعله ربيع سيحدد مصيره في الاخرة ربيع يعرف ذلك ولكنه يتمنى انه استطاع ان يعود خطوات للوراء ربيع نريد ان يغير بعض الاشياء ربيع نريد ان يصلح بعض عاداته السيئة التي سبق ان وقع بها ربيع يعلم انه سيحاسب حول ما فعل ببدنه هو ايضا يتمنى ان لو انضى وقتا اطول في اتقان اعمال تنفعه اكثر في المستقبل هو تمنى ايضا لو انضى وقتا اطول في الصلاة والدعاء يتمنى ايضا ان لا ينهي صلاته بسرعة في كل الاوقات وبالطبيعة الحال ربيع يتمنى لو كان اقوى في الانتصار على نزواته وشهواته چك اصلي وتحت ايضا دعا بيييييييييييييييCómo ربيع يتمنى أنه لمهي حياته مصرًا على المعاصي وعندما مات أدرك أنه سيقابل الله تعالى كل المحادثات التي أجرها كل السجائر التي تناولها كل الصلوات التي استعجل بها كل الأوقات التي صرفها في الاستماع للموسيقى كلها ستكون مكشوفة هذه لم تكن نهاية ربيع بل كانت البداية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر